بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تعزي وصدق مواساته بوفاة معالي الشيخ عبد العزيز بن أحمد الخليفة سائلا سموها المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه في السحة الجنات وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء وبعث سمو للعادة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سمو خالص تعزي وصدق مواساته بوفاة معالي الشيخ عبد العزيز بن أحمد الخليفة مبتهلا سموه إلى البار جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه في السحة الجنات كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سمو خالص تعزي وصدق مواساته بوفاة معالي الشيخ عبد العزيز بن أحمد الخليفة اشتركوا في القناة